السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الاول الابتدائي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونيكت وان والنهاردة معدنا مع يونت جديدة وهي يونت 14 النهاردة يا حلوين وصلنا مع بعض اليونت 14 يونت 14 عنوانها at the library at the library يعني في المكتبة وزي ما انتو شايفين عندنا بنوتة جميلة مسكة كتاب وعمالة تقرأ في الكتاب يونت النهاردة at the library هناخد فيها الدرس الاول والتاني lessons one and two فالنبينا بسرعة يا حلوين هناخد الكلمات اول كلمة معنا هي كلمة animals animals يعني الحيوانات الحيوانات كتير مننا طبعا بيحب الانيمالز وكلمة animals دي جمع ليه لان فيها اس جمع لو انا عايزها مفرد هقول animal animal يعني حيوان واحد يا ترى ايه انواع الحيوانات اللي هنتعرف عليها النهاردة مع بعض تعالوا نشوف يا حلوين اول حاجة عندنا camel 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 الي هو زي ما انتو شايفين الجمل اوكي حرف سي بننطقه ك فقولنا camel camel الي هو الجمل يلا نقول مع بعض مرة تانية camel يعني جمل camel يعني جمل بعد الجمل عندنا elephant 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 اللي هو الفيل elephant اللي هو الفيل وطبعا حرف ال-p وال-h بيدوني sound fa فبقول elephant elephant يبقى ال-p-h اللي وسط الكلمة دول بيدوني sound fa علشان كده بقول elephant elephant يعني فيل يبقى كده معانا two animals معانا حيوانين الاول camel اللي هو الجمل وبعد كده elephant اللي هو الفيل بعد كده عندنا ايه يا حلوين عندنا snake 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 اللي هو الثعبان والثعبان ده من الزواحف يبقى snake يعني ثعبان snake يعني ثعبان بعد الثعبان عندنا كائن خطير جدا او حيوان قوي جدا اللي هو lion 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 اللي هو the king of the jungle ملك الغابة او ملك الادغال اللي هو مين يا حلوين اللي هو الاسد اللي بنقول عليه lion بعد كده عندنا حيوان بيتنطط وبياكل موز وبيفضل يتنطط من شجرة للتانية ترى هو مين يا حلوين خمنوا معايا برافو عليكم هو monkey monkey اللي هو الارد monkey اللي هو اي يا حلوين برافو عليكم اللي هو الارد بعد كده يا حلوين عندنا jellyfish 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 اللي هو أنديل البحر jellyfish يعني أنديل البحر وأنديل البحر ده lives in the sea lives in the sea يعني بيعيش في البحر بنقول عليه اي يا حلوين jellyfish jellyfish بنقول jellyfish بعد كده عندنا كلمة جونجل 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 اللي هي الغابة أو الأدغال مكان واسع جداً مليان أشجار ومليان نباتات بتعيش فيه مين يا حلوين؟ بتعيش فيه الأنيمالز أو الحيوانات زي الأليفنز وزي اللايونز وزي المونكيز وهكذا يبقى مكان بيعيش فيه الحيوانات اسمه جونجل أو غابة طيب الكائنات البحرية زي الجاليفش وزي الفش وزي الشارك والدولفن بيعيش فين يا ترى؟ بيعيش في البحر والبحر اسمه سي البحر اسمه إي يا حلوين؟ ممتازين البحر اسمه سي يبقى كده أخدنا مجموعة من الأنيمالز وأخدنا المكان اللي الأنيمالز دي بتعيش فيه نقول الكلمات مرة تانية كامل اللي هو مين؟ اللي هو الجمل الفيل الثعبان لاين الأسد مونكي الأرض جاليفش أنديل البحر جونجل اللي هي الغابة وي سي اللي هو البحر برافو عليكم يا حلوين الكلمات طبعا نكتبها ونكتب المعاني عربي قصادها وكمان نحفظها بمساعدة ماما أوكي؟ بعد كده يا حلوين هنروح لحاجة تانية في الدرس وزي ما انتو شايفين أصدقائنا بيبصوا في كتاب الكتاب ده يا ترى فيه ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض لأنهم هما دلوقتي هيقولولنا هما شايفين ايه؟ أول حاجة بيقول لوق لوق يعني بص كده it's a book about animals يعني ده كتاب عن الحيوانات يبقى كده احنا عرفنا ان الكتاب اللي هما بيقروا فيه ده عن ايه يا حلوين؟ عن الانيمالز أو الحيوانات يبقى لو عايزة أقول لحد بص هقوله ايه؟ هقوله لوق 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 يعني انظر it's a book it's a book انه كتاب about animals about animals about يعني عن we animals زي ما عرفنا اللي هما الحيوانات يبقى الكتاب ده عن ايه يا حلوين؟ عن الانيمالز أو الحيوانات يبقى كده هما هيشوفوا ايه في الكتاب؟ بروفوا عليكم هيشوفوا animals طب يلا نشوف ايه الانيمالز اللي هما شافوها؟ look a monkey بص ده فيه monkey في الكتاب يبقى look يعني انظر a monkey يعني ارد طيب هيشوفوا ايه يا طرح؟ الارد ده بيعيش فين؟ الارد ده بيعيش بروفوا عليكم بيعيش فيه الأدغال yes it lives in the jungle it lives in the jungle ايوا ده monkey والمونكي ده بيعيش فين؟ in the jungle يعني فيه الأدغال يبقى يعيش يعني live يعيش يعني live والمونكي علشان مفرد اخد s المضارع البسيط كل اللي مطلوب منك انك تعرف اني لما اقول a monkey اقول a monkey lives a monkey lives a monkey lives in the jungle المونكي ده بيعيش فين؟ بيعيش فيه الأدغال يا طرح هيشوفوا حاجة تانية تعالوا نشوف معاهم فيه ايه كمان في الكتاب oh that's a jellyfish that's a jellyfish الجليfish اللي هي ايه يا حلوين؟ زي ما قلنا الجليfish هو أنديل البحر أنديل البحر طب أنديل البحر بيعيش فين؟ it lives in the sea it lives in the sea يبقى أنديل البحر ده بيعيش فين يا حلوين؟ بيعيش فيه البحر it lives in the sea ده بالنسبة للجليfish طب it lives in the jungle ده بالنسبة لايه يا حلوين؟ ده بالنسبة للمونكي أو الارض بعد كده يا حلوين هنروح مع بعض علشان نتعلم حاجة مهمة الحاجة المهمة دي بخصوص animals animals قلنا عليها الحيوانات how to identify animals يعني ايه how to identify animals؟ يعني ازاي تعرف الحيوان أو ازاي تقدم الحيوان؟ يعني ايه تعرف الحيوان أو تقدم الحيوان؟ يعني لو أنت قدامك صورة حيوان معين وأنت عايز تقول أن الحيوان ده فيل إنه فيل؟ إنه أسد إنها ظرافة هتقول إزاي يا حلوين؟ هنعمل الكلام ده باستخدام it is it is يعني إنه يكون أو it's يبقى it is هي هي it's أوكي؟ يعني it's إنه it's يعني إنه بعد كده الحيوان ده لو بيبدأ بحرف consonant يعني حرف ساكن هقول it's a ولو بيبدأ بحرف متحرك هقول it's an طب هما إيه الحروف المتحركين أو الفاولز؟ يلا نقولهم مع بعض ونفكر نفسنا بيهم A-E-I-O-U A-E-I-O-U يعني الكلمة لو بدأت معانا أو الأنمال لو بدأت معانا بحرف منه الحروف الخامسة دول هقول it's an it's an طيب لو ما بدأتش بأي حرف من الحروف الخامسة دول هنقول it's a يلا نشوف بالأمثلة علشان نعرف يا حلوين إزاي نقدم الحيوان اللي قدامنا أو نقول اسمه إيه؟ يلا عندنا أول حاجة عندنا camel عندنا إيه؟ عندنا camel فهنقول it's هنقول إيه؟ هنقول في الأول it's هو camel جمل بيبدأ بحرف السي حرف السي ده من الحروف الخامسة اللي احنا قلنا عليهم اللي هما ال-A وال-E وال-I وال-O وال-U لا طبعا مش موجود في الفاولز يبقى هو حرف ساكن الحرف الساكن هياخد A يبقى نقول it's a camel it's a camel it's a camel يعني إنه يكون جمل وطبعا ال-A ما بتبقاش لزقة في حرف السي ما بتبقاش لزقة في الكلمة لإنها مش جزء من الكلمة هيبقى في مسافة بسيطة زي ما أنتم شايفين ما بين حرف ال-A وما بين الكلمة يبقى it's a camel it's a camel يبقى أنا كده عملت identify the animal كده عرفت الحيوان أو قدمت الحيوان وقلت it's a camel it's a camel إنه جمل طيب تعالوا نشوف لما الحيوان بيبدأ بفاولز أو حرفه متحرك زي مين مثلا زي الأليفنت اللي هو الفيل الأليفنت بيبدأ بحرف الإي وحرف الإي من الفاولز من الخمس فاولز اللي اتكلمنا عليهم يبقى هقول it's an elephant it's an elephant يعني إنه يكون فيل يبقى لو بيبدأ بحرف ساكن أو كونسنت هقول it's a it's a camel ولما يكون بيبدأ بحرفه متحرك هقول it's an زي it's an elephant ممتازين جدا حبيبي تمام كده؟ في طريقة تانية نعرف بيها ال-animals أو الحيوانات وهي طريقة إيه يا حلوين؟ طريقة that's 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 للإشارة that's للإشارة هقول that's a with that's an وعرفنا نقول إمتى a وإمتى نقول an يلا ناخد أمثلة عندي مثلا jellyfish عندي jellyfish هقول that's a jellyfish that's a jellyfish وشاور عليها وأقول إيه that's a jellyfish that's a jellyfish طيب لو كان معانا حيوان بيبدأ بي حرف متحرك هقول إيه that's an elephant برافو عليكم that's an elephant وعادي جدا أقول it's an elephant it's a jellyfish عادي جدا أستخدم it's أو أستخدم that's يبقى عندي طريقتين ممكن it's وممكن that's بس نخلي بالنا لو كان الحيوان أو مثلا السمكة بتبدأ بحرف ساكن هقول إيه it's a ولو بيبدأ بمتحرك هقول it's an عليهم وهنعرف مع بعض إيه الصوت اللي كل فاول بيديه لنا هنراجع الفاول مع بعض طبعا الفاول A E I O U نقولهم مرة كمان A E I O U طيب نمسكهم حرف وحرف حرف الـ A بيدينا الساوند A حرف الـ A بيدينا الساوند A في كلمات زي مثلا ant A ant A ant A mat A mat يبقى حرف الـ A هيدينا الساوند A سواء كان في أول الكلمة أو في نص الكلمة زي أبل أبل إذن A ant mat أبل بعد كده هنروح لحرف الـ E حرف الـ E بيدينا الساوند A ساوند A زي E زي A elephant A elephant A elephant A egg A egg A egg A net A net بعد كده حرف الـ I حرف الـ I بيدينا الساوند A A A مكسورة أوكي قريب من نط حرف الـ E بس واحدة خفيفة اللي هي الـ E بتدينا A elephant و الـ I بيدينا A مكسورة أوكي A زي A زي insect E insect A insect A N N A N N insect أوكي بعد كده حرف الـ O حرف الـ O بيدينا ساوند O O O زي E زي O olive O olive O olive O octopus O octopus O on O on يبقى حرف الـ O بيدينا الساوند O olive octopus on طب يا ترى الحرف الأخير هو حرف إيه برافو عليكم الحرف الأخير هو حرف الـ U حرف الـ U بيدينا الساوند A A زي E زي under A under A under خفيف جدا زي not 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 أوكي زي كلمة umbrella 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 يبقى دول الـ vowels أو الحروف المتحركين A E I O U هيدونا A A A E O A أوكي يبقى A E I O U هما دول 5 vowels أو الخمس حروف المتحركين ويباقي حروف الـ English اللي هما الـ 21 حرف البقيين هما الـ consonants أو الحروف السكنة وبكده حلوين يكون الجزء الخاص بالـ vowels انتهى وباقي بس ملاحظة بسيطة عن A والان احنا اتكلمنا كذا مرة عن A والان واستخدمناهم في تعريف الحيوانات قلنا يا حلوين امتى نستخدم A وامتى نستخدم الان بما اننا خلاص عرفنا الفاولز الحروف المتحركة وعرفنا الـ consonants الحروف السكنة قالنا يا حلوين اني الـ A بنستخدمها لما تكون الكلمة بدأ بحرف ساكن يبقى بنستخدمها قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن طب زي ايه الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف ساكن زي camel اقول a camel زي snake اقول a snake يبقى camel واحد وسنيك واحد كده اقدر استخدم ال A اوكي طيب بعد كده عندي an عندي ايه an وقلنا an بنستخدمها قبل الاسم اللي بيبدأ بايه اللي بيبدأ بفاول او حرفه متحرك يبقى an بنستخدمها قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بحرف متحرك وعرفنا دلوقت الحروف المتحركة اللي هما ايه يا حلوين a e i o u اوكي يبقى الخمس حروف دول هما الفاولز او الحروف المتحركة وباقي حروف الانجليش اسمهم consonants او حروف سكنة بنستخدم ال a قبل منهم طب ناخد امثلة على كلمات بتبدأ بحرف الحرف المتحرك elephant اللي هو الفيل اخدنا قبله an فبقت an elephant اوكي insect insect اللي هي حشرة اخدت قبلها an فبقت an insect يبقى an elephant وan insect اوكي اتمنى انكم تكونوا استفدتوا يا حلوين وبكده نكون ننتهينا من الدرس الاول والتاني ونتقابل قريب جدا بإذن الله في الدرس التالت استنونا مع السلامة اشتركوا في القناة